السلام عليكم والإخوان حياكم الله معكم أخذي لكم علي باريش دائما فيما يخص قضية السحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم جرات الإخوان عدة أمور وعدة أحداث وعدة طرائف في اليوم الأول لتواجد فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالمغرب اليوم الإخوان جراتوا أحد الطاريخة فضيحة هي بكل ما تحمل كلم معنا أحد لاعبي اتحاد العاصمة المحترفين أعتقد هو مالي محترف اتحاد العاصمة الجزائري وهو اللي اختاروا الفريق على أنه يكون عنده استجواب مع الصحافة المغربية تخيلوا على أنه هذا اللاعب الطحفيين المغاربة كيسولوه هو ما بغاش يجوه كيجوه بكلمة الصحافة كيسولو سؤال طويل هو كيجوه بكلمة واحدة وظهر مسيكين على أنه متوطر وخيف وما حافظ شو يقول من من خيف خيف من العسكر خيف من النظام الجزائري خيف يقول شي كلمة وترجع ضده وظهر مسيكين مقرصينه كله ما تقولش هو متأكد على أنه المغاربة طيبين خلقين محترمين وعلى أنه المغاربة غايسولوه أسئلة منطقية عادية جدا ويعود هو كلاعب إفريقي محترف هذا الفريق يجوب تلقاء نفسه بشخصيته برأيه بفكره ولكن مساكن من قطرة تخويف اللي خوفوه ما بقاش قد يتكلم نهائيا ونقول لكم وجهة نظري أنا في كامل يقين ومتأكد لأنه هذا اللاعب الإفريقي تشجع على الأقل واجه الصحفيين المغاربة ربما اللاعبين الجزائري ما قدوش على أنهم يوقفوا أمام الصحفيين المغاربة كلهم خايفين على أنهم يتكلموا أو يصرحوا أو يقولوا كلام ما يعجبش النظام العسكري في الجزائر كلهم خايفين على مستقبلهم كلهم خايفين على مصالحهم كلهم خايفين يقولوا كلمة ومن يرجعوا الجزائر يتلومهم الصحافة الجزائرية ويلومهم النظام العسكري في الجزائر ويلوم حتى الشعب الجزائري في الأخير تم اختيار هذا الأجنبي لاعب إفريقي محترف في نادي الاتحاد العاصمة ما قاله في الأخير هو أجنبي وما غيرقاش في جزائر يقدم تاقل الفارق آخر قد قاعد مرة أخرى يجي يحترف المغرب أو يرجع طريفة الثانية اللي جرات والحذف الثاني اللي جرات ألاقي الأهمية على الحذف الأول هو تصريح مدرب فريق اتحاد الآزمة قارضو قال بوحضيح العبارات نهضة بذكان فارق كبير وملعب رائع والبنية التحتية في المستوى الكبير ومرافق التدريب رائع ومتطورة أهلا يا الخوث اسمعنا ردود من الجزائريين وأنا قرأت تعليقات جزائريين الكبير من التعليقات كانت مكتوبة في هذا الفيديو اللي يتكلم فيه قارضو ويمدح ويشكر ويقول الحقيقة على فريق نادي باركادو والبنية التحتية اللي كتوفر على هذا الفريق الجزائريين كانوا يقولوا هذا المدرب يجب إقالته وبالتالي احتمال كبير لأنه مدرب فريق الاتحاد العاصمة قد يواجه الإقالة فور عودتي لجزائريين نرجعه قضية اللاعب المالي المحترف في الاتحاد العاصمة واللي ما قدش يتكلم نهائيا ولو ينطق بكلمة للصحافة المغربية هذا اللاعب الإغريقي رغم أنه لاعب محترف عنده حق يتكلم ويقول ذاك هو اللي عايشوه اللي عايش فيه ما قدش يتكلم به الخوف من النظام الجزائري جايكم من الكلام هذا الخوف اللي عايش فيه اللاعب الإفريق المحترف في الاتحاد العاصمة واللاعبين كذلك والشعب الجزائري هو بنفسه الخوف اللي يعيش فيه قياديين ومسؤولين البوليزاريو بمن فيهم براهيم غالي بمن فيهم باشير مصطفى سيد جميع قيادين ومسؤول البوليزاريو ما يقدش يتكلموا ولا ياخدوا رأي بصفتهم بوليزاريو رأيهم بأوامر جزائرية الخوف يعيشوا فيه حتى ساكنة مخيمة تندو تخيلوا ساكنة مخيمة تندو في اليوم ما يقدش يتكلموا في ما هو سياسي متعلق بالجزائر نهائيا وأي حد تكلم على قضية صحراء ودخل الجزائر وقال على أن الساكنة مخيمة تندو فيعانوا في الجزائر وأنه يعانوا البطش من النظام الجزائري وأنه النظام الجزائري يقتلهم واللي يحاصرهم واللي يجوعهم واللي يسرقهم ما صيروه القتل ولا أقل من القتل السجن وإحنا نتكلموا على أنه بالأمس تقتلوا ثلاثات شباب من مخيمات تندو في ما المنقبين عندها النظام الجزائري والجيش الجزائري لا يرحم نهائيا أي حد خالف النظام الجزائري ما صيروه الموت نسمعوا بعض الشهادات حياكم الله وإحش الشعب المغرب العظيم شعب كامل عاش يهدد بالجزائر تعرفوها لا يقولوا أحد يقول لي كذيب أنا لا أقول لكذيب تعرفوها كامل لأنني لا أقول لكذيب الشعب كامل يهدد بالجزائر وراناك يلي قلت كلمة أراناك لأنك تنقم زعليك الجزائر وراناك لأنك تنخف وراناك لأنك لأنك أنا ملاي والأبو عاطي راسي لم يحصل لأن الخليل أحمد قير مات لنا خايفين من الحد وصرنا جميع الحواجز من الليلة فصاعدا أراناك كاسرين جميع الخطوط جميع الخطوط الحمرة والصفرة وراناك تخطو راناك كاسرينها من الليلة أنا ملاي والأبو والمحمد سالم والبوزيد أحكموا بشهادكم كاملين عني راني كاسر جميع الخطوط والفيدوشي يطلصوا الفيدوشي يطلصوا الفيدوشي يطلصوا يا التنظيم الفيدكشي أطلصوا يا عبيدات القيادة فيدكم شي تقدو تعدلوه أطلصوه رانا ما نراح منكم من الليلة ولانا عازين عنكم من الخزو من الخزو يخذيكم عن ذاك اللي جاء مات ليتوا تقدو ترؤون من الخزو ماهو ذاكن ضاف دعاء على ما Parliament الساكلة الليل والنهار عليكم والبؤساء الليل والنهار يدعو عليكم والمرضى الليل والنهار يدعو عليكم وكافكم من الويل plantation لم يقومون من الاستعلان مهو شي كافيانه هذا ماهو ذاكن ضاف suggestions إذا أرغبوا من الاستغلال أننا في التورايتو في دولتكم ذلك في الخنوات اشتركوا في القناة